قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدم الدكتورة باسم السمعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان الشراكة مع الله وقد أغنى الحلقة ضيف الأستوديو الإرشمدريت الدكتور بسام شحتيت النائب الأسقف العام في مطرنية الروم الملكيين الكاثوليك الذي تحدث عن الشراكة مع الله ومع القريب من خلال إنجيل يوحنى كما أشارت الحلقة إلى كتاب الضيف شحتيت الصادر للتو بعنوان المسيحيون والمواطنة في البلاد العربية بين الحقوق والواجبات فيما أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع الأب فرحة جزين والأب جور شراحة فإلى هناك الشركة مع الله والشركة بين المؤمنين بتقود كمان إلى الشراكة وأيضا بتقود بعدين على الرسالة ككنيسة وكمسيحيين رسالتنا فإذا بنحكي الشركة لعشان يصير في شركة أنا بنطلق من إنجيل يوحنى وفي إنجيل يوحنى بالفصل الأول الآية الأولى بيحكي لنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان لدى الله وكان الكلمة الله الكلمة كان لدى الله هاي الجملة الكلمة لدى الله بتدل كان عند الله فلدى الله في شركة مع الله من هالمنطلق إحنا بنحكي يسوع المسيح كان في شركة مع الله وهالشركة هاي بعدين كمان تحولت لشركة مع البشر فمن هالشركة هاي في إنجيل يوحنى إذا بنتعمق فيه وبدو وقت كمان إنه نتعمق في هالكلمة الشركة اللي هي باليونانية بروس يعني هالشركة هي تواصل لما في إنجيل يوحنى بيحكي كان المسيح ينظر إلى الله والله كان ينظر إله هالنظر بين الشخصين بيأدي للتفاهم وللتواصل فمن هنا التواصل بيننا وبين الله كمان على مثال يسوع المسيح بتعطينا شركة عميقة وبيحكي لنا كمان في الآية 16 ومن امتلائه نحن أخذنا ونعمة فوق نعمة حديثنا اليوم في نقطتين النقطة الأولى أهمية معرفة في يسوع ثانيا هذه المعرفة يجب أن تفودنا إلى اللقاء الحقيقي مع يسوع اللقاء بالمسيح عندما أخذه قدوة لي في مجال الخدمة من ادعى أنه ثابت تيه عليه أن يصير مثل سيرته كانت سيرته خدمة ابن الإنسان لم يأتي ليخدم غسل أرجل السلاميذ وقال بعد ذلك إذا كنت أنا الرب المعلّم فتغسلت أرجلكم وجب عليكم أنتم أيضا أن يقتل بعضكم أرجل بعض لأن يعطيكم قدوة لقصنا وأنتم أيضا كما صنعت أنا بكم فمن أراد أن يكون فيكم كبيرا يكون لكم خادما ومن أراد أن يكون الأول يكون لكم عبدا اللقاء بالمسيح يدون إلى خدمة المسيح وخصوصا في أعباه الفقراء والمساكين موضوع الشراكي أحدهما تخص اللهوت الشرقي واللهوت الغربي باللهوت الغربي العلاقة أفقية الكاهن والشعب في شراكة على مستوى واحد شراكة تتجه نحو السماء في اللهوت الشرقي هي العلاقة عمودية الكاهن بمقدمة المصلين المصلين في أماكنهم في علاقة شراكة يصلهم الكاهن ما حللتموه على الأرض فهو محلول السماء هذا السلطان الذي منحه الرب يسوع المسيح لتلاميذه ومن بعده للآباء والقدسين والكاهنة والأساقفة هذه العلاقة علاقة الشركة على الصعيدين يعني كيف نصل إلى مستوى نرضى عنه في علاقتنا وشراكتنا مع الله في حياتنا كيف بدنا أن نطيب وفي ذات السياق محبة السلطة أم سلطة المحبة السلطة هي التي تعطينا السياج الحماية كي نكون في جو شراكة تبدأ من الشخص مع أهل بيته وعائلته ثم برعيته ثم نصلي جميعا نحو علاقة الشراكة مع الله من خلال مسيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر